أخذت طلاقك كم طلع لك من الطلاق؟ قلت والله طلع لي سبعين ألف دولار تله بالله عليك كم كفوك قالت أقل من سنة لذلك يا جماعة الخير الله سبحانه وتعالى يقول والصلح خير في سورة النساء آية رقم 128 والصلح خير وكلمة خير هنا غير معرفة لم يقول الخير خير مفتوح خير مفتوح أما الطلاق قد يطلع لك فائدة هنا تصبح مضرة قد تطلع لك مصلحة هنا تصبح مأساة فلذلك يا جماعة الخير امشوا على مبدأ النية الطيبة مبدأ إصلاح ذات البين الصلح والإصلاح لا يكفي بس الصلح أنها تحضنها وهي وردة الإصلاح المسبب للمشاكل فلذلك يا أحباب الله يا أحباب الله بعد الطلاق كثير من الأخوة والأخواء ندم ندم عظيم وما استطاع أن يصححوا ما استطاع أن يعيدوا الماضي ويعيدوا العلاقة ويرجعوا هذا الخادم الزوج هذا اللي مش كامل ولكن خير من كثير من الناس ترى السوق لا تفكر إنه فيه ما شاء الله قمة من الرجال وقمة من أزواء ترى كل ذو عيب وكل ابن آدم خطاء فلذلك تذكروا أمرين والصلح خير تذكروا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم التغيير بيجي من ربنا بس أنت خلي عندك النية للتغيير تذكروا إن مصلحتك ومصلحتك مصلحتك اللي بدك يا تكي تكي اللي هو طيب مصلحتك من الطلاق قد تكون محدودة ومصلحتك من إصلاح ذات البين وإصلاح الزواج تكون إلى ما لا نهاية فلذلك هدوا اللعب هدوا اللعب ترى ورب الكعبة كثير من الأخوات ندمانين ندم دم وألام مقادرين يصححوا اللي صار خلاص طار الزوج فأختي الفاضلة هدوا اللعب والصلح خير ترجمة نانسي قنقر